العوائل العراقية متواجدة طبعا مبارك لسود الرافدان وشعبنا الأبي الصابر المجاهد هذا الفوز التاريخي هذا الفوز له أكثر من دلالة هذا الفوز جاء نتيجة مجهودهم ولكن قبله دعاء الشعب بكامل على أنه يفوز إحنا فرحتنا الآن فرحتين الفرحة الأولى نجد هكذا شباب ساعة تقريبا شارفت على الـ 12 ليلا عوائل موجودة ما شفنا إلا كل خير ما وجدنا أنه الذين يدعونا بوجود التحرش كلا عائلتي موجودة ويايا بالعكس أصلا نشعر على أنه الزمن قد عاد بنا إلى العقود الماضية الشباب المتظاهرين ملتزمين الأبعاد الالتزام أكثر مما تتصور الكل نجدهم محبين للحياة محبين للتغيير ما زرعته الأحزاب الفاسدة لأكثر من 16 عاما الآن قد نهوه زرعوا طائفية هؤلاء المتظاهرين أوجدوا الوحدة وحدة العراق من شماله إلى جنوبه ممنوع من عم باتل أطلاق كلمة شيعي سني كردي انتهاء نجد كل هذا الموضوع أنا أشكرك أنت اليوم جاي ويا الأهل مو؟ إي هذه أول مرة تجي للتحرير بهذه التلاورات؟ لا مو أول مرة وأكثر مرات جيت وحدي أصلا أوقل الصباح للليل وبعدين أرجع ممتاز طبعا مشاهدي الكرام هاي العائلة من العوائل اللي يمكن يشتغلنا إعلاميا أنا وأبو لينا وأم لينا يمكن من 2003 كانت من الأيام الصعبة لكن جميل جدا أنه اليوم أقصورة إلى العراقيين رائعة أنهم وعوائلهم يكونون متواجدين في ساحات النصر وفي ساحات الاحتفال وأنتو تشوفون يمكن الكاميرا الآن هي اللي تتحدث أنه ماكو مكان مرحبا لنا أنا صار هواي ما شايفي شيفة باسم كبرانة وسائرة طالبة وين انتوا رسين حاليا جامعة بغداد تربية رياضية تربية رياضية يعني أنت تشوفين الأجواء اليوم أنت وسط أخوتك وهذولا الشباب الثاهر المناظل اللي رجع للعراق هيبته اللي كل إحنا نفتخر بيكم الآن شباب رجال نساء سويت وعراق ما حد مسويه وهي الساعة المتأخرة شون حسيتي وانت بنص أخوتك الحمد لله وشكرا اليوم بمناسبة فوز العراق على المنتخب الإيراني وشان فرحة كلش مطبيعية وبجهود شعب العراقي وجعائهم يعني فرحة كلش مطبيعة ما تنوصف شكرا ليش مرحبا ملينا شوان الأخبار الحمد لله حسنا يعني ما رجع سألت عن الشعور العام لكن شعورتك أنتي وعائلتك موجودين بساحة النصر بساحة احتفالات الأبطال والله شعور نصد فرحانين كلش بالانتصار ولعبتنا فوزنا مو فوز باسم منتخب العراقي فوز الشعب العراقي على كل اللي عادون الشعب العراقي فلهذا احنا جدا سعداء واليوم أنا من درسة تربة الرياضية احتفالة اليوم الصباح الخميس بمراسل رفعة العالم رفع وتحية العالم العراقي وكل جدا متفائلة اليوم هذا الشعور بأننا سنكون سعداء أكثر والف الحمد لله والشكر